لما نتيقن من أن ربنا بينفحنا على الدوام وخصوصا في شهر رمضان الكريم هتدوق حلاوة نعمته عليك في النفحة اللي أهداها ليك وعلى شاء ربنا ينفحك طول الوقت ده لازم على طول تسد أبواب الدي اللي بتجيلك من قصر النظر وتخليك بالكلام الحلو تفتح أبواب وصل بالله سبحانه وتعالى بأنك أنت تفرح الناس فتري فتشوف خير الله وهو بيجري على أديك وعلى لسانك وانت بتخلي قلوب الناس تنور وكمان تقدر وانت بتعمل ده تتخلص من المظلومية لأن كلامك الحلو هيرقى القلوب والناس عتقع في حبك وكمان دوتا يكون من علامة القبول لك فتخلص من كل الإحباط اللي ممكن يصيبك طب إزاي بقى احنا نكون من أهل الجمال ده والمعنى الراقي ونكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا الجمال أنا أقول لك شوية إجراءات تعملها عشان تقدر توصل لهذا الجمال أول حاجة ادخل في كل يوم عبادة من باب مختلف فاجعل كل عبادة مكررة لها معنى تدخل بيه على الله والباب اللي هيتقبل فيه وتجد فيه قلبك هو الباب اللي فيه حاجتين حاجة الأولية أن أنت تخرج منك يعني تخرج من الإيجو تخرج من المخاوف تخرج من المشاكل إلى الله سبحانه وتعالى والحاجة التانية اللي تخليك تعرف أن العبادة دي هي بابك اللي ممكن تستمر فيه أنك يكون لك علاقة بما فاتك من الصلاة لازم يبقى لك علاقة باللي فاتك من الصلاة بالله سبحانه وتعالى وتكمل ده الحاجة التانية الإجراء التانية اللي أنا عايز أقول لك عليه بعد ما تدخل على العبادة كل مرة مرة تدخل على العبادة وإنت محتاج مرة تدخل على العبادة وإنت فرحان ومشتاء لله مرة تدخل على العبادة بإنك أنت حسس أن العبادة دي هي اللي هتفتح لك باب السعادة وباب الإقبال على الله أبواب كتيرة تدخل بها على العبادة أبواب تدخل على العبادة كل يوم بنفس الباب الحاجة الثانية كل يوم اخترت ثلاث أشخاص تقول لهم كلمة حلوة والأفضل أن يكون من أسرتك زي ابنك زي أختك زي زوجتك تقول لزوجتك مثلا إن شاء الله أنت تقول لها مثلا إن شاء الله النهاردة هيكون أسعد يوم في حياتنا وحاول بقدر الإمكان أن أنت لما تقول لهم الكلام ده الكلام ده تكون خارج ومليان ومغموس بحسن الظن بالله والرجاء بالله وحاول تنقل ثلاث أشخاص دولة ويكونوا محتاجين للكلام ده البيوت بتقن ولادك بنتك محتاج احتواء عشان ما يحصلش الاحتواء البديل اللي احنا تكلمنا عنه قبل كده ابنك محتاج أن هو يدعم لأنه في فترة شبابه ولا في فترة مراقته بيحتاج أن يبقى فيه راجل جنبه يثبته فأنت محتاج تقول كلام حلو ثالث حاجة انطرح على باب الله سبحانه وتعالى عشر دقائق في اليوم وانت حاسس ان انك ملقع على وجهك على باب الله سبحانه وتعالى وبتلوس بي وتطلب ان هو يخرجك يخرجك بفضله من مساوئ نفسك الى جمال معيتي وصحبتي وتقول له يا مولاي يا سيدي انت اعلم بي مني وانت تعلم مساوئ نفسي وانت تعلم ايزاء هالي فاللهم اني اسألك نفحة لا لتداوي اوجاع قلبي فقط بل تجعني ممن يحضرون بين يديك وكأنهم قد كانوا من اهل البر على الدوام فاللهم اني علمت انك تدخل الفجارة اذا اقبلوا عليك من نفس باب الابرار وهو باب الافتقار والانكسار فها انا دخلت عليك وهانا انا اسلمت امري اليك فاللهم اذقني نفحة مما اذقتها للابرار والمقروين حتى يتعلق قلبي بهذه المقامات فلا انتكس ابدا بل ارتقي على الدوام يا كريم يا ودود يا سلام اللهم استجب لنا وعليكم بالدعاء ده هتجدوا اشياء كتيرة بتتغير في حياتكم وعتجدوا لسانكم قد زاق من حلاوة جمال اللسان حضرة النبي فاصبك لسانك حلو الكلام اشتركوا في القناة